موسيقى يوصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية للمزيد من المتابع ينضم إلينا كريم بيبرز مرسل التلفزيون المصري مباشرة من العريش كريم دعني في صورة المساعدات الإنسانية وتيسير دخولها إلى قطاع غزة وأهالي قطاع غزة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ما زال معبر رفح المصري يستقبل المساعدات الإغافية المختلفة التي تدخل عبر البوابة المصرية لتصل إلى الأشقاء في فلسطين نتحدث اليوم عن دخول أكثر من ستين شاحنة بالفعل ووصلت إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتم توزيعها على أماكن مختلفة في قطاع غزة ولكن ربما التركيز الآن على جنوب قطاع غزة وخان يونس وتتمنع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات إلى الشمال خصوصا بعد أن سيطرت بشكل كبير على أجزاء كبيرة من الأماكن الإيواء وأيضا المستودعات الخاصة بالأغذية والمستشفيات هناك تمنع وصول هذه المساعدات إليهم وذلك تصل هذه الشاحنات إلى الجنوب والوسط بشكل أو بآخر أما بالنسبة أيضا لمطار العليش ما زال يستقبل عدد كبير من الطائرات التي قاربت على 300 طائرة حتى اليوم ليتم نقلها أيضا إلى معبر رفح المصري وتصل عشرات الشاحنات يوميا إما من المطار أو حتى من الشاحنات الأرضية وتصل إلى المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري أو حتى تصطف على جانبي الطلق بانتظار دورها للدخول وبهذا يتم تجهيز اليوم 100 شاحنة أخريات لتدخل إلى الناحية الأخرى تم تجهيز بالفعل بالأمس 100 وأول أمس 100 أخريات ولكن لا يدخل كل هذه الشاحنات بسبب عرقلة قوات الاحتلال للدخول تم تجهيز اليوم 100 شاحنة أخريات وفي انتظار أيضا معدد دخول بالإضافة لذلك من أهم شاحنات التي تدخل هي شاحنات الوقود فدخل بالفعل منذ صباح اليوم شاحنتان للوقود وحملين ب60 ألف لتر من السولار ليتم توزيهم عن طريق الأونروا إلى الداخل الفلسطيني أما بالنسبة للمصابين فخرج بالفعل اليوم عشرة مصابين حتى الآن بينما نحن نتحدث ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وتحديدا مستشفيات الخاصة بشمال سيناء هذا فضلا عن خروج عدد كبير من مزدوج الجنسية الذين وصلوا بالفعل منذ قليل بينما نحن نتحدث ما يقرب من 200 من مزدوج الجنسية خرجوا بالفعل وتم تسكينهم في أحد الفنادق في مدينة العريش حتى يتحركوا بعد ذلك إلى بلادهم عن طريق دقلهم عن طريق السفرات التي استقبلتهم بالفعل أمام بوابة نعبة رفحة المصرية نعم أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز مرسل التلفزيون المصري كنت معي من العريش أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في عام 2024 في كل من قطع غزة والضفة الغربية وجاء في بيانا صحفي نشرته دائرات العمل الخارجية التبع للاتحاد الأوروبي أنه سيتم تركيز في غزة على الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية أضف تقرير أن المساعدات في الضفة الغربية ستقدم المشاريع الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي كما ستوفر خدمات الحماية مثل المساعدة القانونية أو المساعدة المادية للأشخاص المتضررين من عنف المستوطنين أو مصادرة الممتلكات الخاصة أو خسارة صبول العيش وسوف تدعم حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم في حالات الطوارئ بالتزامن مع اليوم الدولي لأحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة أكدت مؤسسة حياة كريمة على شك بكل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء وأفاد بياناً لمؤسسة حياة كريمة أنه بمناسبة هذا اليوم نتذكر الأرواح التي فقدت والأسر التي تشردت في فلسطين ودعا البيان إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان كما أكد على دور المؤسسة في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان تقديم العون للمتضررين في القصة اشتركوا في القناة